صباح الخير أعزائي مشاهدي برنامج أستاذ في الطب في قناة الصحة والجمال معكم نهاردة دكتور أحمد البرباري استشاري القلب النهاردة حبيت أفرد الحلقة دي الموضوع مهم جدا وممكن يفيد الكثير من السادة المشاهدين هو المفاهيم الخاطئة والممارسات الخاطئة من بعض المرضى أو من بعض الجمهور في العلاج أو كده الحقيقة الموضوع ده مهم جدا لأن بقابله كتير وبشوفه كتير وللأسف ممكن يؤدي إلى ضرر بالغ بالسادة المرضى أو السادة المهتمين بهذه الأموم أولا ما ينفعش أبدا أن أنا أستقي كل معلوماتي من عن طريق الإنترنت من حد مجهول أو حد غير معلوم عنه أنه هو صاحب علم أو أنه هو معاه شهادة كذا أو كذا فالكسرين جدا بتلاقي حد جاي يقول لك خلاص علاج الضغط من غير علاج ويتكلم كتير بطريقة ملفتة أو بطريقة جذابة فبتخلي بتحقق على كبير المشاهدات والناس بتصدق فعلا والناس بتصدق على أمل الشفاء بدون ما تروح للدكتور وبدون ما تاخد علاج وبدون ما يعني بتستسهل الحقيقة في أحيان ممكن يكون حد بيقدم تسع معلومات صحيحة وفي الآخر واحدة خاطئة ممكن تودي بحياة حد من اللي بيسمع كلامه لو بصورة لو هو مش متمكن أو هو مش qualified يعني هو الشخص اللي بيتكلم ده مش طبيب أو مش معاش هادات مناسبة أو معندوش خبرات مناسبة هو كل اللي بيعمله إنه هو بيتكلم بطريقة تجذب الناس على الانترنت أو حتى بعض الشاشات الفضائية بيجذبهم وبيقول كلام مش مظبوط ممكن يؤدي للضرر فلازم وإحنا بنشوف على الانترنت أو بنشوف في الميديا لازم نكون وصقين في الطبيب اللي بيتكلم وأن هو يكون طبيب وطبيب متخصص ويكون بيتكلم كلام موضوعي وله سمعته وله مكان والمعروف مثلا بيشتغل في مستشفى إيه؟ معروف خريج جامعة إيه؟ معروف معروف ما يبقاش حد كده اللي هو بيتكلم وخلاص لأن ده بيدر جدا 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 السادة المرضى يعني أنا بيجي لي مريض يقول لي أصلا قريدت وصفة إن فيه يعني تركيبة ولا كده بتسلك الشرايين على طول وهو المرضى بيفهمه الكلام بصورة يعني كل واحد بيفهم طبقا لثقافته وطبقا لخبراته وطبقا لمدى المعرفة عنده وفي الآخر كل الناس بتتعلق بإن هي عايزة تخف بالكابسولة السحرية اللي غير مكلفة والغير وإن هو يغلي شوية إيه على إيه؟ يقوم مسلك الشرايين وما نحتاجش دعمات ولا قلب مفتوح ولا كده يعني ده يؤخذ فقط من أهل العلم يؤخذ فقط من أهل العلم والمصدر يعني ما ينفعش أبدا الفيسبوك مثلا واخد حاجة عن حاجة عن حاجة وفي الآخر مين اللي قايلها لا نعلم ده في كل شيء بس خاصة المجال الطبي لأنه هو أرواح ناس أرواح ناس فيه برضو من ضمن الممارسات الخاطئة أو المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس وبسمحها كتير جدا يقولك يا دكتور ما تكتب ليش ده وضغط أصل أنت لو كتبت لي ده وضغط هاخد عليه ومش عرف بطله الجملة دي ليس لها محل من الإعراب ما فيش حاجة اسمها أنه هو ده وضغط ده مش إدمان يعني ما هوش مثلا حاجة بيحدث منها إدمان أو كده لا ده وضغط بيتاخد بمعياره ومجداره وتشخيصه وبيزيد أو يقل أو يقف أو يستمر أو 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 طبقا لحالة المريض لكن جملة بتاعت أنا مش هاخد ده وضغط عشان ما أخدش عليه أو ما تعودش عليه فبعد كده مش هعرف أو أقفه ده جملة مش صحيحة وبسمحها كتير كل الناس إيه يعني بقولك حاول هو من علاج الضغط إن أنا لهو ضغط بسيط إن أنا بعمل حاجة اسمها modification of lifestyle إن أنا بقول للمريض ده تمشى كل خفيف كل أكل قليل الملح كل أكل قليل الكوليسترول خلي النفسيتك كويسة ده ده طبي لكن ما فيش مثلا حاجة اسمها ضغط شديد وأنا أقول للمريض إيه مش هتاخد علاج أو المريض يخاف ياخد علاج أصي ياخد على الضغط فيه برضو من ضمن المفاهيم إن المريض يعني دايما معظم المرضى بيستغربه إنه مثلا يقولك أنا ما كانش عندي القلب ما هو عادي شيء عادي شيء ما يخدش شيء يعني الإنسان بيبقى سليم معافة تماما ثم يمرض وهذا يعني ما حد يعني فيه ناس يعني مش كل الناس بتتولد مريضة يعني الناس بتتولد سليمة وفي الآخر بييجي مرض أي مرض أي أن كان فده حاجة ما تخدكش ولا حاجة إن هي دايما تبقى أنت بتدكش الاستغراب أو كده برضو من ضمن المفاهيم الخطأة إن في بعض الناس بيتخيل نفسه في مثلا في مرض زي ارتفاع بعد وقت الدم إنه هو لما ياخد العلاج والضغط يتظبط إنه هو من حق يوقف العلاج لا طبعا ده خطأ المفروض ده والضغط بيستمر زيادة ونقصانا طبقا ليه المتابعة وطبقا ليه الحالة المرضية المصاحبة للمريض وطبقا ليه المريض وسنه وشكله وأمراضه ونشاطه وكده فما فيش حاجة أبدا اسمها إنه أنا كمريض خدت العلاج الضغط الضغط زبط قمت موقفه ده خطأ خطأ لازم اللي يوقف العلاج أو يكرره أو يخليه يستمر هو الطبيب وغالبا مريض الضغط ما بيوقفش العلاج بيفضل طول عمره ماشي عليه فيه من ضمن المفاهيم الخطأ إن بعض المرضى بيدخموا الأمور جدا في استمرارية الدواء لما تيجي تقوله أنت الدواء ده هتمشي عليه يقولك مدى الحياة وهو الخضة نفسها وإنه هو دايما يحط العقدة في المنشار ويقول ألفاظ بفخمة لتطقيم الحالة المرضية الليها البسيطة يعني ارتفع داخل الدم ده مش مرض عضال فهو ده مش صح يعني لازم يخدوا الأمور ببساطة ودايما ما تعتمدش على المصادر الغير موثقة زي الانترنت وبعض القنوات التلفزيونية اللي هي بيجيب حد مش مؤهل أو مش كواليفايد إنه هو يديك معلومة مناسبة صحيحة حديثة عن المرض فيه برضو من ضمن المفاهيم الخطأ إن الناس دايما بتفتح اللي هو البامفلت اللي هي الورقة التي هي موجودة مع الدواء وتقراها حتى حتى ده في حد ذاته مش خطأ الخطأ هو إن احنا بنفهم الأمور بعض الأمور بصورة مش صحيحة زي الأعراض الجانبية دايما فيه نسبة كبيرة من المرضى أنا أعتقد نسبة 40% بيقرأوا الأعراض الجانبية وما يرضوش ياخدوا الدواء وحجتهم في ذلك إن هذا الدواء له أعراض جانبية أنا أحب أطمن هؤلاء المرضى وأقول لهم إن الأعراض الجانبية دي بتبقى نسبة قليلة ونسبة مسموح بيها طبقا للمرشدات الدولية وتبقى لمنظمات الصحة وبتبقى لوزارة الصحة والنسبة دي مش لو حدثت الدواء بيقف فورا لكن هي نسبة حدوثها قليلة الموضوع ده مهم يعني أنا لما أخد علاج معين له أثار جانبية مش هتحدث ولو حدثت بتحدث بنسبة مثلا ساي نصف في المية فنصف في المية ده قليل جد ولو حدث بنوقف العلاج أو بنبدأ ناخد إجراءاتنا إزاي هنصلح هذا العرض الجانبي فكلمة عرض جانبي عرض جانبي اللي هو يعني مش العرض الأساسي العرض الأساسي هو التأثير الأساسي للعلاج العرض الجانبي دي نسبة بسيطة ونسبة بسيطة لا تؤدي اللي أنت توقف العلاج الأعراض الجانبية بتختلف من دواء لدواء وبتختلف من عرض لعرض نسبة حدوثها ففي بعض الأعراض الجانبية بيبقى الطبيب متوقحها مثلا في أمراض ضغط الدم في حاجة اسمها مغلقات الكالسيوم وكثير من المرضى بياخدوها ممكن تورى من رجل شوية ده عرض جانبي نسبته بتبقى نسبيا عالية عالية يعني بدل ما هي نصف الليلة مثلا تبقى 3% بيبقى الدكتور عرفها وبيبقى متوقحها في بعض الأحيان هل احنا نقول للمريض احتمال يحصل لك كذا ولا بلاش ده فيها كلام يعني انا لو قلت له المريض هيبقى خايف من الدواء والمريض هيبقى الآن دايما وبيتوقع الأسوأ وشايف ان ده حدث وفيه الدكتور تاني يقول انا مش هقول يجي المريض رجليه تورى مثلا بيتخض ويروح مثلا لدكتور تاني يقول له ده من الدواء فيقول لك ده الدكتور الأولاني أزاني وهو ده لأزية ولا ده ضرق ده هو الدواء مثلا مغلقات الكالسيوم دي بتعمل شوية ميا في الرجلين اللي هي الاسمها القديمة ودي عرض جانبي مقبول في بعض الأحيان في بعض المرضى زي مرضى قصور الكلا وهو ساعات المريض ما بيرتحش غير على الدواء ده فهو الميا اللي بتتكون نتيجة الدواء ده مش 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 ضره إلا فيه أعراضها يعني مش بتؤدي لحاجة خطيرة مش بتبوز حاجة بتبقى كل حاجة كويسة فيه أعراض جانبية تانية زي مثلا اللي هي موسعات الشرايين التاجية في بعض الناس ممكن تعمل صداع بيبقى الدكتور برضو متوقحة وعارف المريض هيتعامل معها إزاي فيه برضو أعراض جانبية تانية زي بعض أدوية الضغط ممكن تعمل كحة نشفة وبيقى برضو الدكتور متوقحة وعارف هيعمل إيه وهو برضو الدكتور من دكتور بيفرق إنه هو بيحاول يتجنب الأدوية ذات الأعراض الجانبية اللي نسبتها عالية قدر المستطاع لكن ساعات أنا الفايدة اللي هحصل عليها من دوة بتبقى تجب نسبة الأعراض الجانبية المرتفعة نسبيا يعني مثلا بدل ما تبقى يعني واحد من ألف مثلا اتنين من ألف ودي نسب قليلة نسب قليلة يعني ممكن ما نشوفهاش أبدا يعني ممكن العراض الجانبية مرضى كتير جدا بياخدوا أصناف عالية كتير جدا وميحصلهمش عراض جانبية طول حياتهم مفيش مشكلة عادي يعني ده مقبول بعض برضو المفاهيم الخاطئة اللي أحب أصححها للسادة المشاهدين والسادة مرضى القلب خصوصا فيه مرضى بيتخيل نفسه لما هيعمل أسطرة ودعامة ويوسع الشريان أو يعمل عملية قلب مفتوح أنه هو بكده ما عادش هياخد العلاج وفي بعضهم بيوقف العلاج من غير ما يرجع للدكتور يقولك من عملت العملية يعني خلاص لا يا فندم هو أولا يعني أن أنا أعمل جراحة أو أن أنا أعمل دعامة ده لا ينفي أبدا ده بيحسن المريض بيحسن الحياة بيحسن الصحة العامة بيحسن الأعراض لكنه لازم تمشي على علاج لأن معظم علاجات الزبحة أو الشريان التاجية هي علاجات للكوليسترول العالي هي علاجات مضادة للسيولة هي علاجات للضغط هي علاجات للسكر هي في بعض الأحيان بعد عمل الدعامة أو كده بيقى فيه بواقي من شريان جانبية ممكن تكون لسه مسدودة نسبيا أو كليا فالعلاج الدكتور اللي بيكتبه والدكتور اللي بيحدده والدكتور بتمشي عليه يعني كثير ما أن أنا أشوف عينين جايين بعد سنتين من دعامة موقف العلاج أو أقل من سنتين يعني بتختلف من مريض لمريض وممكن يكون هذا المريض متعلم بس هو مفهومه الداخلي الذي لم يسأل عنه الدكتور أنه هو مش خلاص عمل العملية يأخذ العلاج ليه هو خلاص عمل العملية لا ده مفهوم خاطئ أحب أصححه للسادة المشاهدين يعني عشان حتى اللي مريض يأخذ باله واللي لما إن شاء الله ربنا يحفظه من كل مكروه لو حد قريبه وحد هو مريض يبقى عارف إن ما فيش حاجة اسمها حد يوقف العلاج بعد ما يعمل عملية جراحية أو أسطرة عشان هو كده متخيل نفسه حل المشكلة من جزرها كمان من ضمن المفاهيم الخاطئة في بعض الناس إن فيه ناس مش بتحب تأخذ علاج مطلقا وفيه ناس كيفة علاج يحبوا العلاج جدا جدا يعني هو لكده ولكده هو فيه حاجة اسمها كل حاجة بالمعايير وبالقوانين يعني أنا هاخد العلاج المناسب في المرض المناسب في الوقت المناسب لكن ما ينفعش أخذ علاج عمال على بطال من غير سبب لإن زي ما قلنا أنا ليه أعرض نفسي للدواء بيجيب أعراض جانبية بدون فايدة يعني بدون فايدة أنا مش أحصل على فايدة ليه أعرض نفسي لخطورة ولا واحد في المليون فما فيش حاجة اسمها أخذ علاج من غير داعي وما فيش حاجة برضه اسمها أسأني مش بحب العلاج ومتخيل دي بطولة مني يعني بيفتخر بذلك ده أنا أقول لا لا أنا مش أخد علاج لأن أنا مش بتاع علاج أصلا أنا عايز أموت وقف على رجلي براحتك أنا أزيولايك في حاجة اسمها أنك تمشي على الوصفة بالمظبوط وصفة العلاجية الوصفة العلاجية هتمشي عليها بالمظبوط فيش حاجة اسمها أنت بتختار لنفسك أنت ممكن كمريض ساعات في بعض الأحيان إحنا كأطباء بنخلي المريض يشارك معنا في بعض الاختيارات اللي مسموح ليه بكده فيها اللي مسموح ليه بكده بحكمه برضو المعايير والمرشدات مش أنا كطبيب اللي بألفها أو أنا اللي كده فيه برضو الحقيقة فيه أحيان كثيرة جدا قبول برضو يعني اسمها المفاهيم من ضمن حلقتين المفاهيم الخاطئة قبول المرض من عدمه قبول المرض فيه ناس بتخف بترفض أنها تكون مريضة خالص وبترفض ده ممكن بمبالغات شديدة تجيب لها مرض تاني يعني مثلا حد مثلا مرض أي مرض أيا كان هو شايف أن المرض ده خطير أو خايف منه يجيله زي حالة فوبيا وحالة خوف وحالة هلع تزود مرض آخر تجيب تزود المرض ده تخليه يجيله أمراض أخرى تزود عنده حدة المرض تخليه ما يعرفش يتعالج كويس تخليه وطر قصرته تخليه وطر الفريق الطبي اللي بيعالجه فهو هنا المفهوم يعني دي طبعا فرقات فردية وفرقات شخصية من إنسان لإنسان بس هو أنا بقابلها فبحب دايما أقول للسادة المشاهدين والسادة المرضى وأصدقائنا وأخواتنا اللي بيشوفونا دلوقتي أنت لما تيجي هو عموما تاخد أمور الدنيا كلها لا تهويل ولا تهوين يعني أنا ما ضخمش الأمر لدرجة إن أنا أعيش في أزمة نفسية ولا أهوين الأمر لدرجة إن أنا يعني لا أهتم يعني فيه ناس مثلا يبقى له عملية قلب مفتوح لمثلا عشان صمام هو ما يرضاش يعمله ويخاف ويوصل إنه هو يعني ما بيقومش بمجهود ما بيقومش بشغله ما بيقومش بمهام العادية اليومية وهو يعني مش في دماغه يعني يعني هو شايف إن دي أصلا هو إيه مش بيحب العلاج فهو دايما ناخد الأمور ببساطة وببساطة لا تؤدي إلى التهوين إن إحنا نرفض خالص العلاج أو كده برضو في حالات مثلا كثيرة المرضى بيستكوا خبراتهم من المرضى السابقين ده مش غلط ده مش غلط ليه؟ لأنه هو غالبا يعني المرضى السابقين بيقولوا على خبراتهم مع الطبيب مع نوع العلاج مع كذا مع كذا لكن في إطار الدكتور المعالج يعني الطبيب المعالج في الآخر هو اللي بياخد القرارات للمريض لأنه هم اللي اتنين في كفة واحدة اللي اتنين مصلحتهم صحة المريض صحة الإنسان يعني صحتك تهم طبيبك زي ما تهمك بالزبط وطبيبك ده يعني هو كل نجاحاته مبنية على شفائك كل والوجه الله يعني في الآخر هو كلنا بنعمل بنية يعني القبول ورضاء الله سبحانه وتعالى في كل الأمور لأنه برضو من ضمن الحاجات أنه هو أي وسيلة علاج في الدنيا ما فيش الكابسولة السحرية اللي هتشفي كل الأمراض وكل المرض فهي بنسبة 100% فهي كل خطة علاج أو كل وسيلة علاج أو كل خطة بتبقى لها ما لها وعليها ما عليها يعني بتبقى ليها مزاياها زياها وليها ممكن بعض النسب المضاعفات فإحنا مفترض هنا نشرح للمريض أو لأهله بهدوء إيه اللي بيحصل يعني أنا مثلا هعمل مثلا قلب مفتوح إيه الميزة وإيه العيد ومش كل الحالات زي بعض يعني في حالات تقبل القوالان إن أنا أعمل قلب مفتوح أو دعمات أو أمشي طبي في حالات الزبحة أو في حالات الجلطات الشرعين التاجية أو كده لكن في حالات تانية غير مسموح فيها هو كده هو حل واحد يعني الحل واحد وفي الآخر إحنا بنعمل ميزان الميزان ده مبني على يعني الإمكانية عمل التوسيع بالدعمات أو بالجراحة على التكاليف المالية على رقبة المريض على نسبة الخطورة في كل حل من الحلول وممكن المريض يختار معانا الحقيقة برضو من ضمن الحاجات إن في بعض المرضى في بعض المرضى بيحبوا جدا إنه هو يبقى مريض وياخد علاج وكده ودايما يعني عايز حد يقول له معلش وانت عيان أو كده وممكن ما يكونش عنده حاجة خالص فهو ده بنقول له لا تتمرده فتمرده معانا أستاذ ناصر عبدالعزيز تليفون ألو ألو طلعوه في المستشفى المستشفى قالت له طلعوه المستشفى عشان اللحمية لك ما نقوله دي أتقالك لازم أن يعمل اللحمية ديك عشان يعرف ياخد نفسه عشان هيعمل عملية القلب المستوع دي ويخش حد مجيب تنفسه وكلام من ده اللي هو الحلقة المركزة أه وليه ما عملش يعني ليه ما عملش ليه ما عملش اللحمية أنا رحنا عشان نعمل العملية العملية اللي هي بتاع اللحمية دي ما فيش ده الصور رضي يقبله من اللي بدون أنت والأذن قال نجاة في التنظيم مش رضي يقبله حتى تضر ولا في التنشفى فمش عافل نعمل إيه والله يا ظهر كان الله في العوم كان الله في العوم كان الله في العوم هو حضرتك طبعا في بعض الحالات بتوجهنا كتير جدا بتبقى من التعقيد أو من الصعوبة أن أخذ القرار فيها بيبقى بصعوبة وعلى حساب أشياء يعني مثلا حالة زي ابن حضرتك هو يعني أنا معرفش إيه المرض بتاعه بالضبط بس هو يعني لو هو من الأمراض اللي هي الكمبلكس كونجينيتال يعني الأمراض اللي هي الخلقية الكبيرة أو المعقدة ده بتبقى حالة القلب صعبة لدرجة أنه هو أنا مش هعرف أعمله عملات تانية زي اللحمية لأنه هو مش هاي البنج بتاع التخدير هيخاف ينيم العيان بصورة ده عشان أعمله لحمية لأن قلبه تعباء وفي نفس الوقت هو بتاع القلب محتاج له تنفس وممكن الولد مش عارف فعلا ياخد نفسه نتيجة اللحمية دي فهو يعني بيقول لا ليعمل أول اللحمية ففيه هنا الكثير من الأمراض بتبقى محتاجة كونسولته يعني محتاجة كونسولته ومحتاجة هي صعبة يا صعبة يعني فيه أمراض كتير مثلا تلاقي مريض عنده ضعف عضلة القلب وعنده مشكلة مثلا في الكلا الكلا بقت كسلانة جدا وعنده ممكن يكون كمان تلاقيه في الكابدي فأنت هتدي له علاج إيه من إني فيه يعني أنت في إعلاجات ضعف عضلة القلب معظمها بيخرج أو بيؤثر أو بيتأثر بكلا فأنت لما تدي له العلاج بتاع ضعف عضلة القلب الكلا هتتعب طب لو وديت له علاج أقل القلب هيتعب طب لو وديت له علاج سيولة الكبدة هيتعب ففيه حالات بتبقى حالات معقدة أو شديدة للتعقيد كمان دي بنحتاج السادة الاستشاريين ويجتمعوا مع بعض في التخصصات يعني مثلا في حالة زي ابن حضرتك هيجتمع مثلا دكتور التخدير بتاع التخدير العام اللي هو زي بتاع اللحمية وكده ودكتور الأنف وأذن ودكتور التخدير بتاع جراحة القلب ودكتور جراحة القلب ويعودوا مع بعض ودكتور الرعاية المركزة يعودوا مع بعض يشوفوا أنهي أولى من إيه ويشرحوا للمريض هو لو عمل ده خطورته إيه ولو قعب من غير عملات خالص خطورته إيه ولو هو دخل يعني هو لو دخل يعمل عملية اللحمية في وجود العيوب الخلقية المعقدة ففيه نسبة خطورة في البنج ونسبة خطورة على القلب ونسبة خطورة على حياة الطفل طب هو لو دخل يعمل عملية القلب المفتوح بدون ما يعالج مجرى التنفس والنفس ممكن ده فيه خطورة وهيصعب جدا إن المريض يقوم بالسلامة بعد القلب المفتوح فهو بيعودوا معه ويشوفوا الأنسب إيه مع أقل الخسائر وده المفروض هو أعطاك إن حضرك في مستشفى 6 أكتوبر اللي هي بتاع التأمين الصحي يعني مفروض مستشفى قوية وفيها كل التخصصات بس هو ممكن يعني يعني هم ممكن تكون يعني هم بس يعني تتروح لهم تاني ويتطول بالهم وتتطول بالك وتعرض على زي تيم كامل فريق كامل كونسولته يقيم ويتش أوف ويتش هل هي نيمك من غير ما تعمل اللحمية ويزبط القلب وبعد كده بقى يعمل اللحمية ولا العكس وهنخسر هنا إيه وهنكسب هنا إيه خلص تحياتي لشفاء ابنك وإن شاء الله ما تقلقش وروح بس وإن شاء الله إن شاء الله يعني التعيد بالسلامة إن شاء الله ده برضو موضوع مهم جدا والمرضى فيه ساعات بيحصل لهم شيء من التوتر يعني أنا في أحيان مثلا أقول لمريضة أنت تعملي قلب مفتوح مثلا هي الست بيجي لها حالة من الهلع وأن الدكتور ده إزاي تقول كده يعني أنت عارف أنت بتقول إيه إيه تقول قلب مفتوح ده عملية صعبة يعني هو عملية صعبة عشان إلحالة كده ولازم ناخد الأمور ببساطة ولازم برضو الدكتور يكون بيتكلم بطريقة ما تخوفش ولا تهون يعني برضو ما راحش أقولها ده أنت مية مية وتروح في البيت تموت يبقى دقيت الدكتور ده مجنون يعني الدكتور اللي بيقولها ده أنت كويسة خالص وروحت البيت وقع على أساس أنها كويسة مثلا أن راحت عملت أي مجهود غير معتاد بالنسبة لها ما بقتش موجودة فدي أمور الحقيقة بنقابلها كتير جدا 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 تلاقي مريض على مثلا تنفذ صناعي وعنده الكلا وقفت وعنده عضرة القلب ضعيفة جدا والضغط مش بيستجيب وكده فساعتها بنبدأ أن احنا نشوف إيه المناسب والأكثر ضررا والأقل ضررا والأكثر منفعة فيه في أحيان بيبقى مثلا الكلا كسلانة والمريض محتاج يعمل أسطرة والأسطرة دي بنحتاج فيها سبغة السبغة دي بتؤثر على وظائف الكلا طب أنا هسيب دي بقى محتاجة برضو ميزان أنا هسيب يعني هدخل العين ده الأسطرة يطلع العين بيخسل كلا نتيجة السبغة بتاعة الأسطرة ولا أنا لو سبته هيموت من القلب فيبقى روحه أهم من الكلا يعني الكلا أولا ممكن يخش ويطلع كويس يعني دي تبقى نسب احتمالية وممكن يخش الأسطرة ويطلع بمثلا بكسل عشرة في المية عشرين في المية ممكن يوصل لدرجة نوع يخسل ممكن الغسيل ده تبقى مرة أو اتنين الغسيل الكلو يعني ويفك خالص وما فيش مشاكل وممكن يخسل طوله العمر فده بيبنى على مدى احتياجي لعمل الأسطرة مدى احتياج المريض مدى المرشدات بتقول ايه المريض استجابت لعلاج الدوائي ايه هل لازم يخش الأسطرة ولا ينفع استبدلها بعلاج دوائي هل في احتمالات ان في حاجة أحسن من حاجة فكل ده بيقاص بالميزان يعني بيقاص بالميزان وهو زي ما أنا قلت دايما ان الإنسان الأهدأ بيقدر ياخد قرارات أحسن الإنسان عموما بما فيه الطبيب بما فيه المريض بما فيه السياسي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني هو الغضب ده يعني منه عنه بأمر ديني لا تغضب لا تغضب ده لأن الغضب ده مش هيؤدي بيك لحاجة إيجابية بالعكس زي ما قلت ان هو هيزود المرض هيقلل القدرة على التعامل المناسب مع الأمر بصورة مناسبة يعني من الحكمة ان احنا ناخد كل حاجة بميزانها يعني ميزانها يعني لا أزود ولا أناقص من ضمن برضو الحاجات اللي هي المفاهيم الخاطئة عند المرضى ان هو المريض بيتكسف ان هو يفطر او مش بيتكسف بيرفض ذلك وبيعتبره نوع ان هو كده يعني 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 هو لما هو بقى يصوم يبقى كده هو بيحب ربنا أكتر وهو ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تقطع رخصه يعني ليس على المريض حرك ما ينفعش أبدا أن الدكتور يقولك افطر وانت يعني يعني ايه يعني انت متصور نفسك بتدافع عن ايه يعني انت بتنصر ايه يعني هو يعني اللي احنا بنعمله ده هو من الدين انك تفطر عشان انت مريض والصيام هيؤذيك لان في مريض تاني بيصوم ومعروف انه الصيام هيفيده وفي مريض تالت بيصوم ومعروف ان الصيام كان امتناع عن الطعام الشراب لا هيبقى دار ولا نافع بالنسبة له هيبقى بس الروحانيات وكده طبعا نافع فهنا المرضى بيتعبون جدا في أحيان كتير جدا وانت بتقوله افطر يقولك ايه ليه يعني ايه ده معقولة وفي مريض ياخدك على قد عقلك كطبيب ويعمل في دماغه يعني يصوم وش كده وفي بعض الأحيان هي مش شطارة من الدكتور اطلع مثلا المريض يوقف العلاج يقولك اصل الضغط معليش او مجاليش صداع فيش حاجة اسمها كده يعني فيش حاجة اسمها اصلا صمت ومحصلش حاجة فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها احنا بناخد بالأسباب بناخد بالأسباب الأسباب العلمية المنطقية التي وصلنا اليها الى هذا التوقيت ناخد بيها وبعد كده الباقي على ربنا لكن مثلا ما اقولش مثلا المريض افطر يروح هو صايم يقول لأنا صمت وحصل ليش حاجة فأنت يعني ده كدكتور يعني أنت لا فيش كده يعني هو أنا عايزك تفتر يعني بننشر ده ده بما يرضي الله يعني بما يرضي الله ورسوله يعني أنت بتفتر عشان ده رخصة الله سبحانه وتعالى أعطاها للمرضى وميني اللي بيحددها الطبيب اللي بيأفاهم يعني إيه المرض ده وإيه اللي يضره وإيه اللي يفيده وفيه مرضى كتير جدا يقول لهم صومه عادي يعني لكن مريض من مريض بيختلف نوع المرض بيختلف شدة المرض بتختلف فدي برضو من ضمن المفاهيم اللي لازم نصلحها بالنسبة لنا فيه مرضى تنيين بيقع موسوسين أوي موسوسين يعني فيه مرضى كده اللي هو يعني كل خمس داي إيس الضغط كل خمس داي إيس سكر عايز طول النهار يقعد عند الدكتور أو متخيل أن الدكتور ده بتاع الوحده ده برضه مبالغ فيه وده خطأ مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده من المفاهيم الخطأة اللي هي الحقيقة بتتعبد كل الأطباء أن المريض متخيل أن الدكتور فاكر كل المعلومات بتاعة المريض في مخوى وأن المريض ده هو المريض انت حضرتك كمريض أخ فاضل وصديق وكل حاجة لكن هو الطبيب ده لو قدرات عقلية لا يستطيعني أتعداها يعني إزاي مريض دكتور مثلا بيشوف كل يوم كذا حالة بيقاله كم سنة شغال مستحيل هيتذكر كل التفاصيل بتاعة المرضة وإلا ما كانوش عمله نظام تسجيل أو نظام يكتب أو نظام كمبيوتر يسجل فيه المرض فيش طبيب في الدنيا يقدر كده وبعض المرضى بتبالغ في بعض الأعراض أو تهون من بعض الأعراض مما يؤدي بيها المشاكل أنا مرة حد أحد السادة الأفاضل كاتب لي على الفيسبوك بيقول لي ما هو علاج ضغط الدم وكأن علاج ضغط الدم ده كلمة وفيه أحيان كثيرة جدا واحد يقول لي حتى ما يقوليش اسمه يقول لي أخذ إيه كذا 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 يعني أكيد أخذ الدوة لو هو يعني لو هو ينفع العلاج عن طريق الانترنت أو عن طريق التليفون أو عن طريق الواتس آب أو عن طريق التليفزيون ما كانش يعني ثق طواما ثقة إن لو ده هيبقى ممكن يبقى فيه دليل دليل يعني أقولك مثلا إيه طب اتجه للمستشفى دلوقت طيب تعالى دلوقت طيب وقف كذا لغاية ما حد يشوفك دلوقت مش لازم أنا اللي أشوفك يعني ففيه حاجات كده غير يعني غير مجدية التواصل يعني إن شاء الله لما ينفع نعالج عن طريق ممكن ممكن بيقى فيه تقرير طبي بنكتبه مثلا لمستشفى مثلا في أمريكا بنعرف منها عندنا مريض كذا وكذا 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 بس نكتب كأطباء لبعض كل المعلومات وكل الداتا وكل الأشعات وكل التحاليل وكل الفحوص وكل الفحص الإكلينيكي وكل معلومات المريض وبيبدأ ناخد قراء بعض عن طريق نوك الفيديو كونفرنس أو عن طريق أي حاجة من الحاجات دي فهو الحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن ما فيش علاج عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني العلاج بيبقى في مكان الكشف في غرفة الكشف بقضاستها بفحص بقياس الضغط والنبض بمعرفة طريق مرضي للمريض ودايما عايز المرضى يعذره الطبيب التلماتي تطلبه ممكن يكون هو في عملية ممكن يكون هو في حمام ممكن يكون هو عنده مشاكل ممكن يكون وهو لما بيرد عليك أوعى تتخيل إنه هو مثلا لما يقولك تبروح اكشف إنه هو بيكرهك أو كده لا هو مش كل حاجة بتقدر تتقال أو كل حاجة بقى الطبيب ده مش بيعلم الغيب ولا هو لا في حاجة اسمها العقل والمريض والدكتور مستحيل هيتذكر كل معلومات المرضى يعني في بعض الأحيان المرضى بيبقوا أصدقائي لكن أنا مش هفتكر كل الدول اللي بيقضوا أصدقائي يعني مستحيل مستحيل يعني بصعوبة شديدة ده يتم بصعوبة فوق القدرات الحقيقة اللي أنا حب أوصله في الآخر إنه هو المفاهيم الخاطئة اللي بعض المرضى بيقعوا فيها من دورنا إن إحنا ننبههم ليها عشان الحاجات دي ممكن تؤدي إلى ضرر ليهم وقلت على رأسها إن إحنا ناخد معلومات طبية من ناس غير مؤهلين لذلك عن طريق الإنترنت أو القنوات يعني اللي هي ممكن تستقبل حد مش كواليفايد بتمنى لكم كل خير وأحب أكون أول حد يقول لكم كل سنة ونطيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك اللي هو على الأبواب ورب ينصر مصر ويحفظنا من شر الأوبئة ومن شر الكورونا ويحفظنا من أي حاجة وحشة ويسعدنا ويفرحنا لأن إحنا نفسنا نفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة